ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ادعي علي نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ادعي علي ادعي علي ادعي علي علي نانسي قنقر ادعي علي علي نانسي قنقر ادعي علي 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 ادعي علي علي ادعي علي علي ادعي علي ادعي علي 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 بعض شوية بعض بروجي تعال جايك جايك العفو عارد اسباع عارد اسباع عارد اسباع انتو ابطال انتو ابطال مبينين انتو مبينين ابطال ابشر يا الله يا الله يا الله يا الله شكراً طفل اللي اريد اقول انطيني نفاخة صغير انا اسف الفكرة الاندهر انطيني دموع من احنا صغار ونفاخون نفاخه موتو حمسين بس من كبرنا راح شوي الحماس قمنا نشوف الجانب السلبي ما نقل راح نلعب بها ونتونس بها نقل راح نطق نقل راح نفز من نشوف بعد نفاخها ايش ناسكة تنفخها اي طفولة سينفخ نفاخها در بارك للطق صح راح نعتبر انه ما يعرف ينفخها صح وهذا اللي يصير بنا بتجارب الحياة من نسوي مشروع مهما كان دراسي نفسي فكري ويطق يفشل يصير عدنا رد فعل نبدأ نخاف من المشروع البعد لان راح نشوف بس الجانب السلبي هم راح نفخل المشروع الجديد ويطق دموع هم راح ادخل بالتجربة الجديدة والطق وتفززني في بيش الفزة بل اياها ماكو من هاي المشاريع الجديدة والقرارات الجديدة والخطوات الجديدة والامور الجديدة رداروح لها ما بي حيل لان خاف انفخ وانفخ ويوصل شي بعد يمطب الطق يبا تريد تنجح في حياتك عليك ان تكون جريء ومغامر عليك ان تجرب كل شيء جديد وكل يوم تدخل لمشروع جديد حتى لو يطق تنفخ البعدة ولو يطق ينفخ البعدة ولو يطق الى ان تتعلم تنفخها بطريقة تبدي تلعب بنجاح في حياتك وليس انه تخاف انه يطق خلي يكون عندك امام كل مشروع وقرار جديد تاخذه في حياتك نفس حماس الاطفال هذا راح ينجح راح العب بشغف الاطفال ليكون عندك تشاؤم الكبار السؤال الثالث والسؤال الثالث من يحبني اسأل من يحبني اسأل من يحب يسأل من يحب يسأل من يريد لففلافل من يحب يسأل طبلي أختي العزيزة والدتي نطيها المايكروفون بل أزحم عليكم دكتور يوسف نطيها المايك عاش تيدك شكرا سلام عليكم أهلا وسهلا دكتور بصفتك طبيب نفسي نعم أكو مشكلة أزلية بكل العالم تقريبا اللي هي أو خاصة عن المنطقة الشرقية معلتنا اللي هي مرت العم وتشنة يعني الحالة هذه اللي بكل بيت تقريبا يعني عراقي إنه إذا الولد وقف بجانب أمه يا ويلة يا ويلة يا ويلة وإذا وقف بجانب زوجته فهذه كارثة صحي فالطريقة يعني الحل شون يعني حبيت السؤال هاي المشكة شكرا شكرا للسؤال يا رأة إسلاميلي آخ تشنة والعمة يراد أن أيام وفصول وسنين وحلقات وبرامج وأيضا مشكلة متن حل طبعا نسا شنو العمات مثل تتفرج البرنامج بالتلفزيون تفرم طور سيف ترغبا لك تنري واتشنة باوع باوع تشراح يحتي تخلين سيفد مشهد أو أضبحها بمشهد يكون أسلس بمنو حضرت شسألت لسؤال تطبلي بيانا تطبلي جيبوا لها كرسي تطبلي مخالف ما راح أخليش تمثلي جيوبوا كرسيين أوكي أنتي راح أتمثليين الأمائي أنتي والدتي حطو لها كرسي هنا دعني فقط تقعد لا يوجد حوار لا تخافون استريحي بعد كرسي بعد كرسي مقابلة اي استريحي لا لا تساعدين انت دائماً انت الزوجة انت زوجتي وانت والدتي أتعنا والعمة شون؟ شنتي سمينة هاي بعد ما بدينة بعد ما بدينة بعد ما بدينة ماذا أنا؟ ترزلت ترزلت؟ تترزلت؟ نعم بعد ما أريد أن أتضح المشهد أي واضح أن أتوقع المشهد لا أولاً حسناً 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 جاهزين؟ الأم والزوجة ما تفعله؟ ما تفعله؟ ما تفعله؟ ما تفعله؟ تفعل أمك زوجتك تلوي بوزها تلوي بوزك حسناً أنت رضي زوجتك؟ أمك تروب على إيدها أم ربي على إيدك؟ أح أنت ما راح تفعله؟ يا مسكين، يا مسكين ما راح تفعله؟ باع ده أتكلم أساً نفسية يعني فيما يقوله النفس مو يعرف المجتمعي وكذا وهذه المفروض أنت بالكلام الأساس ما يكون خاطئ يعني مو أنا زوجتك خدام الأمي أنا زوجتك هذه الجملة المزعجة لأن ما عدنا أحد بالبيت أنا زوجتك لأن كل خواتي طلعوا ولازم تجيني الدارين البيت هذه أكثر جملة آسف للكلمة سيئة لأن هي سوري هي كيان راح يكون وياك أنت ما تأخذها حتى خدامه أنت ما تأخذها لأن ماكو تارة لأن ماكو بنات بالبيت لأن أمي لو هالح شاي لأن أمي كبرت يحتاج أحد يساعده مبدأ حتى لو كان هذا داخلك لتقوله لأن هذا يجرح المرأة حتى لو كان هذا داخلك لتقوله هساني وين؟ هساني من جانب الزوج جسر حاجي من جانب الأم واحد اثنين لتقول تزوجتك ده أتكلم نفسيا ما يقرع علم النفس أنت رقم اثنين بعدها دائما يعني بعض أمي حشايتها وحدة كشي ولا أمي أفربي أبويا بصي أخويا شعفي أختي أمي ثم أمي ثم أمي بعدين ماكو حال بعدين أنت غلط المرأة يجب أن تشعر أنه هي رقم واحد في حياة الرجل يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بزوجته حتى لو أنت تعز أمك أكثر لتحكيها لأن يجرح المرأة يا أخي شدي لسانك أستح أنت بعد أمي أنت بعد أمي يعني لي شا استفادت شا استفادت هسا خليها بقلبك يا بعض أمك وبنتسألك أنت تحبها أنا أحبش خلاصتها هاي لين لأن هذا أساس كثير مشاكل نتجي على اللين الأخ والدتك أكو واحد من يتزوج خلاص مرتت ملكة فميبر بعد بأمه يعني يوم إحتي عالية مرتت مصر اثنين كعفي تتدخيني بحياتنا أنا قبرت وأقدر أقراري عوفينا نشوف حياتنا بلتي مو عندش تقعد أصرفي من هذا التقهار تصدقيني مليكة في إلي والجهالي هذا غلط ليش؟ لأن التصائك بزوجتك وإنكارك لأمك نفسيا خطأ وروحيا مع الله خطأ يجب أن تكرم الإنسان لربتك يعني مو ما تجيب لها هداية تبطل تجيب لها علاج تبطل تحسس أنه هي مهمة ما رح نوصل الدار عجزة طبعا لا لكن بالكلام أنه أنا أجرحها يوم أمرتي وجهالي رجاءًا لا تدخلين هاي حياتنا رجاءًا هذا اسلوب حياتي لا تدخلين الأم لازم تنصحك لازم تتكلم معا اسمعها بس وحدكم اسمع رأيها وحدكم تمام؟ ولا تقلبها على ما تداريني ما تغسلي ملابسي إيش لوم مرة إيش حالها يوم أنا متبهدل ماكو بعد أكل إيش ماكو خوب هاي الحجاية انتي ما تطبخين مثل أمي أكل أمي ماكو منه هسا يا أخي دوكو الوسكو هاي حالها هاي حالها عاشت إيديش أكلش طيب نفسيا المفروض الرجل حتى يوازن بين الاثنين خصوصا ما كانوا ساكلين سوا انه يحسس الأم بالكلام انه هي نمبر وان مو محمد رمضان المصري هي نمبر وان ويحسس الزوجة هي نمبر وان مو شارت قدام باعي مرتية وانتي مالك علاقة غلط ولا ترى أمي رجلة على راسك ماكو داعي هالي عن تريات انت منه تكون معها حسسها انه هي أروع إنسانة بالدنيا وزوجتك شريكتك بالحياة والله اختارها إليك إذا انجحب بين هذا الشيء ما راح يصير غيرة ما راح يصير مشكلة هاي تقول ابني إلي وعلا تكون زوجي إلي اثنين قومي سوي تشاي لأمي عزيزي انت سوي تشاي لأمك انت جايبت الطبخين لأمي أمي تقدر إذا تريد انت وطبخ لأمك إذا انت بار إلها أمك مسؤوليتك الطبيب انت توديها أمور أخرى تشاي معروف شنو انت سويها لأمك أخذ من وقتك إذا تريد تكون ابن بار وزوج صالح ده أتكلم نفسيا قومي سوي تشاي لأمي هسا هاي لو أمي جاية حتى نسويتي لها تشاي ما لا داعي بس حياتك راح تصير جحيم في جحيم وما أثبتت ولا أي شيء في هاي الحياة انت بور بأمك وديها عالدوى عالطبيب اشتري لها دوى سوي لها انت تشاي اهتم انت بيها لا بأس ان الزوج جاي بساتني بالبيت تهتم ببيتها تنظفها هذا بيتش نظافتنا من نظافة هذا البيت أمي تحبش تدخل على أمك ترى مرتي دائما تمتحك الظهرش تدخل على مرتك أي حشاية حلوة تقولها بحق أمك رأسا ترى هي قلت علي شي حلو وأي حشاية تقولها تقوليها حلو ترى أمي قلت علي شي حلو لأن أكيد لازم يكون شي حلو إذا كان هذا لسان حالك متروح متروح أمي تريد تبيع البيت ويمكن ما تريد تنطينا حصتنا لو تروح عليها ولو طبخت لي لغسلت لي لأشحالها هاي راح تقابوبها على هاي وهاي راح تقابوبها على هاي حسسهم بالأفعال لا بالأقوال أنه كل واحدة منهم نمبر أحبكم جدا شكرا آه صرفة أوه شكرا آخ 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 اللي ويايا علي أحد الأبطال في دار الأستاذ هشام الذهبي قبل ما أحاور علي وتسمعون أسطة شون إجا للدار وشون اللي صاروا إياه دعونا نشوفوا سكيتش بسيط من أطفال موهوبين مميزين لامعين وبارعين من دار هشام الذهبي دعونا نستمتع بهذا السكيتش الهادف معهم أرجو الساد لابد أشهد شوق الساد اقول لي أعلا صديم بالبوف جي ساد يابد ساد صبحة 7 شوق الله شوحنا لها شوق انجليزي مرحباً ما تضحك على؟ بسز مرحباً أستاذ، نسيت أمي أمي تشربية والبارحة، بقيت قاعدة أمي تشربية الله يا فنان أستاذ، جايبة أستاذ أمي أمي أستاذ البارحة تتقر قاعدة أمي تشربية فنسيت فوق الثلاجة مبتوض أستاذ، أستاذ محظر أين؟ أستاذ الجمطة أستاذ، لا أوجب ماذا أوجب؟ لم أحد لم أحد ماذا أوجب؟ أين الكتاب؟ بارحة تتاكل أمي، هل أنت أميي؟ كنت أكل ليلة ونسيتها ماذا؟ حلو، هم أضبط، طي صعبة صادة، أنا محظر يالله نعم، صادة أستاذ، مو صادة قلت لك البارحة عندنا زيفة ما لأخوي المهم، عفونا من ديني دراسة ما يشينو جايبي لي اليوم صادة، أنا جايب لك كيكي جايب لك كيكي؟ أستاذ يالله، يحمي تمشي نعم، أستاذ، أنا جايب لك مبجل أبو صادة، أنا جايب لك كارت أبل خمسة وعشرين لك الله، الله يا فنان صادة، أنا جايب لك شي، يخبل، كيكو من ربئ يالله أستاذ، أنا يعني هم رايح الزفة، هم كل شي ما جايب لا أستاذ، أبو يطاني خمسمية قلالي شتوري، ما طانيش بس؟ نعم، صادة لا حاول الله شا سهوس جيبوهن الغراض، جيبوهن أستاذ، أنا مجايب جيب معليك التناجح شكرا، أبعين باشا الله، 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 الله أحصا، 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 أحصا يالله الخلص، أبعين، إن شاء الله، درس الثاني، لذلك بكيو ناجحين أما لابدتكم شكرا، كساد شكرا، 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 شكرا نتقهد نحن الأساتفة الغير صالحين أما الرائعين نحييهم تحية كبيرة وننحني حبا واحتراما إلهم حتى كل إنسان يكون ناجح في المجتمع شونا الزفة وين بو الزفة استاذ شونا الزفة عرس أخوك لا الله يمبروك لا استريحوا طفل علاوي استريح يا أهل بالغالي بالغالي استريح نورتني الله يخليك دكتور علي نعم أنا سمعت أن أنت عندك كثير مواهب وأنا حبيتك شخصياً لأن أنت أصلاً متفوق في الدراسة صحيح؟ أعم الحمد لله أنت أي موليد؟ 2002 2002 ماهو كنت جيت دار أستاذ هشام؟ صار لتقريباً ثلاثة سنوات ثلاثة سنوات أكي أنت قبل أن أسمعت أنه قبل أن تأتي للدار تعرفون يعني اللي لا يعرف أو يتابعنا أو من الهنوات العربية إذا تابعنا أحد من الجماهير أنه هي دار أستاذ أم الذهب يدار لأيتام أو أطفال الشوارع التي كانوا يأخذهم ويصبحون نافعين وناجعين للمجتمع جداً علي أصلاً ناجحة علي يعني يعني يحكي ناشي قبل ما توصل للدار قوّنت تدخل للدار أكيد يعني أنا مرتب الظروف كل صعبة قبل أن أدخل للدار تمام يعني يتيم الأبوين تقريباً عمري خمس سنوات يتيم الأبوين؟ أي نعم لكن يعني ما أقفت يوم هاي النقطة حاولت أن يكمل الشيء اللي ما وصله لأهلي وأصر متميز عن باقي الولد أن الولد ما يصعدون ألا أهلهم وألا أهلهم وربيهم ولا شيء قلت أنا يعني أعتمد آي نفسي وأني أربي نفسي وأني يعني أستمر بحياتي لكن تعرف يعني الدنيا ما تخلى من الشر واجهته هاي ظروف كل الصعبة حاولت أجتازها أجتازيت العديد من أدها بس لكن وصلت مرحلة بآخر أيام قبل أن أدخل للدار قلت لا ليهنانا وبس خلاص خلا نهي حياتي أيسد أيسد طبعا يعني يعني قلت بعد ماكو يعني هذه المرة الأخيرة أصدقائي قلولي إحنا اللي نتعلم من الدكتنة إحنا اللي نشوفك تدخل للمدرسة قبل أن تطل المدرسة تأكل لك دموع وتيبتشي قبل أن تدخل تغسروا الطب للمدرسة تالي هيت تسوي كتب خلاص يوصلت يعني مرحلة نعيس الصدق لكن يعني الله مستحيل يترك عبده يعني الإنسان هو خليفة لله في الأرض فمستحيل يترك عبده أكو ناس خلفاء لله صدق يشتغلون لله يعني حتى يستحق أن يكون خليفة لي رب العالمين لا أعرف شون اللي خلّى لي بصيصه منه وقدرت أتصل بفشام الذهبي يعني تواصل وياه أنا تواصلت وياه أكيد وصلت وصلنا مرحلة جديدة ثلاثة سنين قبل ثلاثة سنين يعني أنت يعني مراهقة صغير بطل بس تريدت تطلع من أي طريق صحيح؟ أي أكيد من راحة للدار ورائة طبعا استاذ شام رائع أكيد ذهب الإنسان حتى وصلوا لك أن تفهمته أنت متفوئة بدراسة صح؟ أي الحمد لله شنو حلمك؟ طبعا يعني ما يعني ما كفش يوقف فوقه كل ذي يعني أطمح أن أخذ الدكتورة وبعدها يعني أكمل دراسات أدرس أكثر يعني دكتورة طبيب له دكتورة بأي جانب؟ لا 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 طبيب طبيب؟ إيه ليش تريد أصير طبيب؟ المجتمع خصوص المجتمع العراقي عند نظرة الأطفال دور الأيتام أنهم أكس كروز ضربين عليهم مستحيل يقدرون أن يوصلون وما أعتقد أنه يكون الطفل طلع من دار أيتام دكتور يعني أريد أن أكثر هذه القاعدة ونطلع دكتورة من دار الأيتام يعني كل شاعر يقول ليس اليتيمة بعالة أنه ربما أدى الله فيه عالما أو في السفن أو أديبة حبيبي لحنا يعني لازم نطبق هذه الأمور للإيجابيات عنها للأطفال ونغير نظرة المجتمع لهم كل شيء خصوصا ليس مثلك ما يقرى حتى لو كان عنده أب وأم هو يتيم من النجاح ويتيم عن الاجتهاد في حياته ويتيم عن الأحلام هو ليس يتيم بس الأب وأم أنت أبد أنت ليس يتيم بك جوانب كلها عندما نقولها يعني أنه يتيم ولي يتيم الأم ولا بإنما يتيم العلم ولا العدد الله حلو تعال أقدم مكاني استاذك فأنا أعجبك زين أريد أسألك كم ساعة أريد أريد ذول الشباب اللي هسهم مثلا ماما وبابا ويجبوا لي أكلوا هذه يوم بس العنب شو بيعجوا من جوا مده أقدر أخي شونا البذر اللي بي بشريليا حتى يدرسون أو مثلا يعني إذا ما تفتري لي الموبايل آيفون الهاي ما أهابك كم ساعة دروس باليوم؟ تقريبا يعني عشر ساعات أنا أرى عشر ساعات بيوم حفي عليك عشر ساعات زين أنت بالدار وياك كير شباب وينامون وياك أكيد مو هوسة شون تقرأ دار صغير يحنا شباب يعزلوهم بغرفة واحدهم بس ري الله يخليت يوم شو تريدين والباردة والشمس وغرفة بواحدة وتجيب لي خمسة وعشر بسادس يعني استاذ هشام الذهبين مقصر نهائيا 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 مقصر لكن هو الدار صغير والعدد كبير زين زين مو هوسة أي أكيد أكو مثل يقول يعني الإبداع الحرمان يولد الإبداع زين أنا أهيئ الظروف النفسي أنا إذا أريد أوصل المكان أريد أوصل هذا الشيء والهدف بالي أنا لا أعني من أي مشكلة أنا أحل هذه المشكلة وأنا هي المكان وأهيئ الظروف النفسي حتى أصل إلى اللي أريده يعني رغم الهوسة والشباب والضوضاء والهاذي أنت تقرأ عشر ساعات حتى تصير طبيب صح؟ طبعاً أكيد طبعاً هو كان في أحد المدارس في دايستاف شون دايسولفلي راح أحكيه آني فمفروف يحولي إلى مدرسة أخرى فكادر المدرسة كلهم إجوي على الدار قالوا لهذا ابن ما تحوله صح؟ اي صح؟ وبقوك بيها اي لأنا استحايت عن مدرسة قلت له ما أحاول أنا فخور فخور بيك فخور 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 وإن شاء الله تصير أحسن طبيب لأنك أنت يعني أنت مثل وقدوة أنت مثل وتذكرني تذكرني باع بعيوني تذكرني أنت راح تصير إنسان ناجح ومميز ولامع الكل يشرع عليه والكل يقول هذا علي ويتمنى أنه يحكويا أنا متشرف هس قاعد أحبا أبي أتشرف العفو منك أحبك جدا الله يصير المكان الأكثر ونختم هذه الحلقة من هذا المكان مفروف أقوم أختم بالوسط فيما كل مرة متعود لكن أمانة هذا الإنسان والرجل الرائع يعني ما تقدر تبتعد عنه مميز مميز بكل شيء أنت بياها لك وبفكرك كم شخص يعني حس على روحها يجب أن تسوي وماذا؟ هروا على الوضع وباع الحياة نتمنى أن نكون نتعلم من قصة عالي نكونوا ناس ناجحين في المجتمع رغم كل اللي مر به تكملنا محاولة تنتحر أستاذ لي أن ما يشتروا لك الإيفون لو لأن رجعوا لك ربع مشقة بالكية من أن تروح بيها على المدرسة مالك راجع نفسك اليوم واحترامي واعتزازي لكل إنسان ممكن أن تكون إنسان ناجح ولامع في المستقبل أحبكم جداً أحبك يا أخي شنو أنت؟ اشتركوا في القناة